الفادرات اللي انتو عملتوها والسادة الرئيس كان بيتبنيها اعتقد انه انا لازم اعترف قدام المشاهد ان اول مرة اخش وادخل المحمية بتاعتاص محمد وزعلام نفسي قوي وقعتب على نفسي ومكشوف من نفس الحقيقة من كم المعلومات وكم الجمال وكم التراث والتاريخ كل الابعاد موجودة في نفس المكان ومكان دايق في ما يمكن تسميته البعد البحري البيئي في البري البيئي النباتات وفيه المجتمع المحلي فيه البحيرة المسحورة فيه كل حاجة والطيور ومرخبة الطيور لا لا احنا احنا اغنياء بس مش عارفين احنا اغنياء احنا عارفين ان احنا اغنياء عشان كده احنا موجودين هنا النهاردة احنا عارفين ان احنا اغنياء عشان كده اطلقنا من 3 سنين البرنامج القومي للمحميات الطبعية احنا عندنا 30 محمية طبعية خمستاشر في المية من مساحة مصر محميات طبعية. خمستاشر في المية من مساحة مصر. محميات. يعني مية وخمسين الف كيلو متر. اه. بحميات طبعية. بحميات طبعية. دي اكبرهم طبعا. دي اكبر واحدة. لا فيه طبعا الجلف الكبير نحية السحرة هي اكبر واحدة بس لا يتم استخدمها. دي اقدم واحدة. دي اقدم محمية تم اعلانها. ودي اكتر محمية فيها ثروات. اه. لان كمية الشعاب المرجانية انت بتتكلم على هنا أنواع من الشعب المرجانية والكائنات البحرية بيتعدى 350 ألف نوع الحاجة المهمة أن الدراسات أثبتت عارف فكرة تغير المناخ والتنوع البيولوجي لما بيقولوا إيه هو إزاي تغير المناخ بيأثر على المحميات أو على المياة أو على البيئة البحرية الشعب المرجانية هي الأساس اللي بيقوم عليها السياح أن السياح بييجي بيختص بيبتدي يتفرج على الشعب لما بتبيض دي أسبابها التغير المناخ ارتفاع درجة الحرارة بدل ما تلاقي الشعب كده لونها حلوة أحمر أو كده بتشيخ بتبقى لونها أبيض بتبقى شيخوخ الحقيقة المكان اللي إحنا فيه ده تم اكتشاف من الأبحاث العلمية أن هذا المكان والبحر الأحمر هو آخر مكان على وجه الأرض سوف يتأثر بتغير المناخ ما معنى هذا الكلام أن تغير المناخ بيقصر على شعب مرجانية في العالم كله بيقصر على بيئة بحرية فهتبتدي الدول والمناطق دي تفقد هذه الثروات الطبيعية اللي بيقوم عليها كطاع السياحة فمصر مفروض تحافظ على هذه المحميات وهذه البقع من البحر الأحمر لأن في وقت من الأوقات مش هنبقى موجودين طبعاً أنا وإنت على وجه الأرض لكن أحفادنا وأحفاد أحفادنا هيبقوا هما آخر ناس بيستمتعوا بده وهتبقى المكان ده هو الملازل الأخير للسياحة في العالم مش في الوطن في العالم يعني نقدر نقول المكان ده هو آخر مأمن مناخي في ظل التجارات المتوقعة بالزبط ده الآخر مكان هيبقى لسه عايش على وجه الأرض على نقطة متأمنة من آثار تغير المناخ فطبعاً لازم نحكي حكاية هنا في مؤتمر المناخ اللي جاي على عنده 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 اللي احنا بنسفرر علينا نقطة دي دي الأقضة مهمة جداً يعني هنا الملاز المناخي الآمن في حال أنه مرتفع بطلة العالم كله هذا المكان سيكون فيه مأمن ويستمر فيه بسقف خدماته سياحية رغم انهيار بره وغيره وغيره فده لازم نحافظ عليها ده الرسالة ده الرسالة